سياسيا وأمنيا واقتصاديا تفرض إيران هيمنتها على المشهد في العراق وإذا كانت أدلة هذا النفوذ على المستويين السياسي والأمني أكثر من أن تحصى فإن الأرقام تكشف كثيرا من الحقائق بشأن الضرر الاقتصادي الجسيم الذي تلحقه إيران بالعراق فالإحصائيات تظهر أن العراق هو الدولة الوحيدة ضمن أربع دول هي الأكثر استيرادة من إيران تغيب عن الأكثر تصديرا لها فدول من قبيل الصين وتركيا والإمارات في قائمة الدول الأكثر استيرادا وتصديرا مع إيران في ذات الوقت وهو ما يشير إلى توازن الميزان التجاري والمصلحة بين هذه البلدان في المقابل فإن العراق الذي جاء ثانيا ضمن أكثر الدول استيرادا من إيران يغيب تماما عن قائمة التصدير لها ما يكشف حجم الخسارة والخلل الكبير في الميزان التجاري لصالح إيران ومع كل هذا الانحياز والفائدة التي تجنيها طهران من العراق عبر القنصل الإيراني في محافظة البصر علي عيادي عن عدم رضا بلاده عن حجم التبادل التجاري مع العراق والبالغ 8 مليارات دولار سنويا في ظل وجود 12 منفذا حدوديا بين البلدين وفي أيلول من العام الماضي تحدث مسؤولون إيرانيون عن إمكانية رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 190 مليار دولار وهو مبلغ يساوي قرابة 300 تريليون دينار عراقي أي ما يعادل موازنة العراق لنحو ثلاثة أعوام كل هذه الأرقام الفلكية تتحدث عن التجارة الرسمية أما عمليات التهريب التي تشمل أيضا المواد الممنوعة كالأسلحة والمخدرات والبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية فهي خارج هذه الإحصاءات وتجري برعاية أحزاب وميليشيات موالية لإيران لا يهمه اقتصاد العراق ولا مصلحة أبنائه